لسنوات طوال خدم هؤلاء المتقاعدين مختلفة المؤسسات الحكومية كل حسب موقعه الوظيفي ليكافأوا بنهاية خدمتهم في نهاية المطاف بملحقة دائرة التقاعد تارة والمؤسسات التي كانوا ينتمون لها تارة أخرى لإنجاز معاملة التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني قبلها رحت على السبوع رحت رحت على 20 يوم تأخر إنجاز المعاملات التقاعدية نتيجة الروتين المعتاد والمتبع في الدوائر والمؤسسات الحكومية أرهق أصحابها العرقلات التي نواجهها أنه التأخير بالمعاملات والمعاملة التي تقضبها بي ذكينتوك أكثر من بريد تروح على فلان دائرة رجع من فلان دائرة يعني روتين شوية روتين بالموصل شوية روتين قاتل ويمتنع غالبية الحقوقيين عن استلام المعاملات التقاعدية بسبب عدم تعاون جهة المختصة مع المحامين المخولين بإنجاز معاملات أصحابها وأكثر المحامين يرفضون أنه يأخذون دعاوي للتقاعد من وراء أنه عدم وجود مكان خاص لهم بحيث أن يراجعون بنقضي نهار كامل من الصباح للمغرب للظهر على معاملة بسيطة جدا ووفقا لسكان الموصل فإن نينا ومن بين المحافظات التي تتبع الروتين القاتل في عملها خصوصا في دائرة التقاعد التي امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح لحين جلب موافقة وزارية عمر أزيدي وعنينيوز الموصل